أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة من محاضرات النحو العربي نتحدث فيها عن الإعراب التقديري في الأسماء بعد أن تحدثنا عن الإعراب في الفعل المضارع المعتل الآخر سواء كان إعرابا بالجزم بحذف حرف العلة أو في الرفع والنصب ما كان منه ظاهرا وما كان منه مقدرا والآن نتحدث عن الإعراب التقديري في الأسماء الإعراب التقديري في الأسماء له موضعان فقط في الإسم المقصور والإسم المنقص فقط في كل كلام اللغة العربية إذا رجعنا إلى معاجم اللغة لن تجد من الأسماء ما يعرب إعرابا تقديريا إلا الإسم المقصور والإسم المنقص وكذلك حالات طارئة إذا دخلت حركة المناسبة لليائي المتكلم الإعراب التقديري في الأسماء نبدأ أولا بالحديث عن الإعراب التقديري في الإسم المقصور ما هو الإسم المقصور؟ هو إسم معرب آخره أليف لازمة إسم وليس فعلا معرب وليس مبني خرج المعرب خرج المبني وخرج الفعل من هذه الجزئية مثل كلمة فتا آخره أليف لازمة ما معنى آخره أليف لازمة أي أليف لا تتركه بتغير إعرابه ملازمة له في جميع الحالات مثل كلمة فتا وعصى ورحى فكلمة فتا تقول جاء الفتا رأيت الفتا مررت بالفتا وكذلك عصى وغيرها الألف اللينة هنا ملازمة للإسم وكلمة فتا إسم وهو معرب وليس مبني فخرج بالإسم خرج من هذا التعريف خرج الفعل لا يدخل الفعل داخل الإسم المقصور لأنه فعل وليس إسما مثل يقشى مع أنه أخيره ألف هنا ولكنه هنا ليس فعل إسما بل هو فعل وخرج كذلك الحرف على وبقولنا المعرب خرج الإسم المبني مثل متى وبالألف خرج الإسم المخطوم بالياء مثل الهادي لأنه أخيره ياء وبالألف اللازمة خرج المثنى مثل الزيدان فإن الألف فيه هنا ليست لازمة لأنها تنقلب في حالتي الجر والنصب إلى تقول جاء الزيدان ألفنا موجودة موجودة هنا الألف ولكن لو قلت لو قلت مررت بالزيدين انقلبت هذه الألف إلى فهنا الألف ليست لازمة في المثنى شرطا أن تكون الألف لازمة طيب ما الحكم الإعرابي للإسم المقصور الإسم المقصور يعرب بعلامات مقدرة على الألف تقدر عليه العلامات كلها الفتحة والكسرة والضمة والمانع منها التعذر لماذا؟ لأن الألف لا تقبل أي حركة الألف اللينة في نهاية الكلمة لا تقبل أي حركة هي ساكنة ملازمة للسكون فتعذر النطق بالضمة وبالفتحة وبالكسرة فالرفع مثلا تقول أهم المطالب رضى الله هنا مرفوع بضمة مقدرة للتعذر يتعذر علينا النطق بالضمة فهو خبر مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر وفي حالة النصب تقول إن رضى الناس غاية لا تدرك إن رضى الناس غاية لا تدرك فكلمة رضى هنا اسم إن منصوب وعلمة نصبه الفتحة أين هي مقدرة للتعذر لا نستطيع أن ننطق بها وفي حالة الجر نقول احرص على رضى والديك فعلى هنا اسم جر وريضى اسم ما له اسم مجرور وعلمة جره الكسرة مجرور وعلمة جره الكسرة في الكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر قد يسأل منكم سائل ويقول قد يكون هذا الاسم لم تظهر على آخره علامة الإعرابي وثابت في جميع حالات قد يكون مبنيا أقول لك راجع يا أخي راجع شروط الأسماء المبنية أو لماذا جاءت الأسماء المبنية مبنية لأنها شابهة الحروف شبها وضعيا أو شبها معنويا أو شبها استعماليا لو طبقت هذه الأنواع الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة على هذه الكلمات المختومة بألف لازمة لن تجدها تنطبق عليها ولا واحدة منها فهي مبنية وليست معربة وإلى محاضرة تالية نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن الحكم الإعرابي التقديري في الأسماء المنقوصة فإلى اللقاء